مشاهدين أهلا بحضرتكم فيروس اللسان الأزرق هو مرض فيروسي يصيب الحيوانات السادية فسطا الأغنام والماشية ينتشر المرض عبر الحشرات مثل البعود ويؤدي إلى أعراض شديدة تشمل طولهم وزرقان اللسان مع ارتفاع درجة الحرارة وصعوبة في التنفس وأيضا الفيروس لا ينتقل إلى البشر لكنه يشكل تهديدا كبيرا على الثروة الحيوانية والاقتصاد الزراعي فسطا في الدول الأوروبية في الأوناء الأخيرة شهدت أوروبا انتشارا كبيرا لفيروس اللسان الأزرق ما أدى إلى حالة من القلق بين مزارع الماشية وصناع السياسات الزراعية الفيروس الذي ينتقل عبر الحشرات يشكل تهديدا كبيرا على الثروة الحيوانية في القرى مع تركيز خاص على الماشية والأغنام وتم الإبلاغ عن حالات إصابة في عدة دول أوروبية مثل بريطانيا وهولندا وألمانيا مما دفع السلطات إلى اتخاذ تدبير عاجلة للحد من انتشار هذا المرض أيضا أن الفيروس اللسان الأزرق يتسبب في أعراض متنوعة تشمل التهابات وتورمات في الفم واللسان مما يؤدي إلى تغيير لون اللسان إلى الأزرق وهو ما أعطى الفيروس اسمه وتشمل الأعراض الأخرى ارتفاع درجة الحرارة ونزيف داخلي وضعف الشهية والضربات في الجهاز التنفسي وبعض الحيوانات المصابة قد تموت في غطون أيام إذا لم تطلق الرعاية المناسبة وينتقل الفيروس بشكل رئيسي عبر حشرة البعود ويزداد انتشاره خلال الفصولة الدافئة عندما تكون هذه الحشرات أكثر نشاطا والفيروس لا ينتقل مباشرة من حيوان إلى آخر ولكن وجود الحشرات الناقلة هو العامل الأساسي في انتشار المرض بين الحيوانات ووفقا للتقارير شهدت بريطانيا زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بفيروس اللسان الأزرق منذ أواخر عام 2023 مع تسجيل أول الحالات في نوبمبر من نفس العام حتى ستمبر 2024 وتم الإبلاغ عن إصابات في 34 موقعا مختلفا في جميع أنحاء إنجلترا مع تركيز خاص على الساحل الشرقية وتشمل المناطق المتضررة حيث فرضت سلطات البحلية كيوضا على تنقل الحيوانات المصابة للحد من انتشار المرض أيضا الدول الأولوروبية الأخرى مثل هولندا وألمانيا سجلت أيضا حالات إصابة بفيروس اللسان الأزرق مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدبير وقائية صارمة تشمل هذه التدبير خطر استراد وتصدين الماشية من المناطق المصابة مع تطبيق برامج تطعيم طارئة واستجابة لتفشي الفيروس قامت بريطانيا بإدخال ثلاثة لقاحات غير مرخصة للحد من انتشار المرض هذه اللقاحات التي تم اعتمادها فقط للاستخدام في حالة الطوارئ وتهدف إلى تقليل مستويات العدوى بين الحيوانات المصابة وتخفيف الأعراض لكنها لا تمنع انتقال المرض بشكل كامل في الوقت نفسه تستمر الدول المتضررة في تطبيق برامج تطعيم أوسع نطاقا تشمل استخدام لقاحات مرخصة لسلالات مختلفة من الفيروس انتشار الفيروس اللسان الأزرق له تأثير اقتصادي كبير على صناعة الماشية وتؤدي حالة الإصابة إلى تفوق الحيوانات المصابة أو انخفاض انتاج مما يسبب خسائر مالية كبيرة للمزارعين بالأضافة إلى ذلك تفرض القيود على حركة الماشية بين الدول الأوروبية ضغطا ضفيا على التجارة الزراعية حيث تواجه بعض الدول حظرا على تصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية فيروس اللسان الأزرق يشكل تهديدا حقيقيا على الثروة الحيوانية في أوروبا مع تأثيرات سلبية على الاقتصاد الزراعي رغم الجهود المستمدة للحد من انتشاره من خلال برامج التطعيم وتطبيق القيود على حركة الماشية إلا أن التحدي مزال قائما وتحتاج الدول المتضررة إلى استراتيجية متكاملة لمواجهة هذا الخطر المتزايد وضمان حماية الثروة الحيوانية من الأوبئة المستقبلية مشاهدين إلى هنا تكون قد انتهت هذه التاطية ومازلنا نتابع مع حضراتكم على مدار اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر